وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزين حياكم الله إخواني وأخوات في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بدكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا مباركا مفين عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق أبدأ بالأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها طبعا سألتني عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بما يخص الحجر الأسود يبعث يوم القيامة له لسان ينطق به وعين يرى بها و شيء من هذا القبيل تسأل عن صحة هذا الحديث أخت عفيفة بارك الله فيك نعم هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما و يشهد لكل من استلمه و معلوم ما جاء عن ابن عباس و لو حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الحجر الأسود نزل من الجنة الحجر الأسود نزل من الجنة بل روية مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام و إسناده صحيح و لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نزل أبيض كالثلج و سودته خطايا بني آدم بارك الله فيك يا أخت عفيفة و أرجع إن شاء الله لأخت مريم و جميل من عمان لكن بعد ما أأخذ هذه الاتصالات التي تنتظر تفضل يا أخوي إبراهيم من عمان إبراهيم يلا راح إبراهيم تفضل يا علي السلام عليكم عليكم السلام شيخ كيف حالك حياك الله يا علي سأك الله بالخير مس النور والعافي تفضل الشيخ مني سؤال يعني سؤال الأول بالنسبة للأمطار هل له فضل في الدعاء يعني أنه يستجاب و هل جاء يوارده في ذلك عند نزول المطار إن شاء الله سؤال الثاني ما حكم من قال بأن أهل السنة و الجماعة تدعوا في العقيدة تقسيمهم التوحيد إلى ثلاثة أخصام ربوبية و الأوغية و الأجمع و الصفات إن شاء الله أشهر بارك الله و أغفر حياك الله فضل يا أحمد من الجزائر السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام شيخ عندي تؤالين فضل أخي السؤال الأولى في حكم الانتخابات نعم يعني هم موقف الرعية من الأمر الولي إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ أنا دخلت الفجر لقيت مسلمه يعني انساهه من الصلاة نعم فلقيت واحدة يعني من مسبوقين دخلت معها على أساس هو يقولي إمام و أنا مأموم هل فعلي صحيح؟ يعني هو كان يصلي كان يصلي و مسبوق نعم كان مسبوق كان مسبوق بعدما مسكتتها على أساس بش يقولي هو إمام و أنا مأموم إن شاء الله يا أحمد تسمع الجواب بارك الله و فيك يا شيخ و فيك بارك السلام أم محمد السلام عليكم عليكم السلام إلا أسمحك شيخ عندي سؤالين تفضل السؤال الأول السؤال الأول نعم المرأة اللي تسافر بدون محرم والسبب أن يعني مثلا أولادها في المدرسة والبنات شتغلا والأبي جالف عند الأبناء واستوها يعني حالة طارئة في بلادها عشان تجدها راحة لأمها في البلد الثاني بسافر بدون محرم الشعال السؤال الثاني أمها أصادها الجلقة من الجانب الأيسر و لا تغضل يعني على حركة من الجانب الأيسر فوقتها البول لا إرادي فكيف أن تصلي جالف حالة إن شاء الله والبول لا إرادي هذا قال الدكتور بأنه فترة قصيرة وهل تعوض عنها لأيام يعني لما صدتها تركت صدهم مرة ثانية إن شاء الله إذا كان حياكم الله مريم عليكم السلام عليكم عليكم السلام أستاذ نبغي مناصيحة ولا مشهورة يعني أنا تزوجت أنا موافدة وتزوجت مع أمو مواطن المهم هو أخبع لي أشياء وأشياء هو الحين مطلق زوجته من ثلاث سنوات أم أولاده مطلقها من ثلاث سنوات مطلقها مرتين هو الحين يبيردها يعني وأنا ندعي ما ندعيش عليها نقوله يا ربي أحفظها الأولادها وبعدها على زوجي وأحفظ لي زوجي يعني هذا الدعاء يجوز ندعي يعني هذا الدعاء ولا حرام عليها أيش الدعاء اش قلتي نقوله يا ربي يا أحفظها الأولادها وبعدها لزوجي كما بعد بين الشرق والمارد يعني بين المشرق والماري وبعدها عن زوجك اي ان شاء الله يا ماري ومن ثلاث سنوات يطلقها مارتين يطلق وردوا وطلقوا ان شاء الله يا ماري ان شاء الله تسمعين الجواب النصيح حياكم الله ابو علي السلام عليكم عليكم السلام سهلا وسهلا مرحبا الله يعافيك العافية يعافيك يا شيخ لي عندي انتشارات صغيرة تفضل أخي أول شي بعد الصلاة الأذكار اللي بتجي بعد الصلاة بنكون في صلاة الجماعة في واحد من الموصلين بيكون صوته كثير عالي حتى بيشوش أستحفر الله يعني صوته عالي جدا يعني واحد من تفضل أخي تفضل أي فواحد من المصلين قالوا يا أخي وات صوتك أخي لازم نحج يرفع صوته طبعا ما حدا يعني عم يذكر غيره هو ان الصوت ما بتحسن انت بتتشوش بهذا الموضوع طيح المسافة بين المصلين يعني من الميت دفنه هي حديث ولا يعني بس هي مقولة عادية إن شاء الله يا أبو علي شكرا كثير لعلك شيخ أهلا وسهلا أخي الله طلال حالة السلام عليكم شيخ عليكم السلام أخي الله الله يبارك بعمرك ويجزاك عنا خير يقولون من طول الغيبات جاب الغنائم ايه والله ايه والله ايه والله فيها غنائم وفيها جزاء الظاهر تفضلي تفضلها طلع الله يحييك الله يسر عليك يا شيخ ويبارك أنه بعمرك ويعطيك الصحة وعلاك وياك تفضل طلعا يا رب يا العالمي يا شيخ فيها عندي زوجتي ايه من تسعر الثلاثين طبعا طلعت عن طريق شيء طيب عنت متعرف كل هذه المده وأمسنت الموضوع عند طالع عمرك عند المحكمة عن طريق مشايخ الصلاة ايه المهم انها الفترة اللي مرت هذي لما تقول والله من يحافظ العيمانات اني ما بغرد اياه بس ما اذكر عشان انها شرون جرات وراحت على وطلعت بدون اي سبب اذا انت رشتها بنقطف ما ينرشت طلعت كده هيك يولايا المهم هي طويل العمر اه حلف تيمان اني مرت هذه هي اه اثنين انا حالف عليها اقول يطغي العمر انها ما ما تروح للبيت اللي مسبب لي مشاكلها ايه جنب صارت متعرفتنا بعد ما اطلعت من البيت عام تسعة وثلاثين انها انها تروح هذه الزور العدمية هذه وأنا أخليها تروح تزور واحدة اختيارة عشان أمي الله يرحمها ويرحمها المسلمين صديقة الأمي وخليها تروح تزورها مشان أمي الله يرحمها ويرحمها المسلمين أثريها من خلفي تروح تزور المخلوقة هذه وأنا حالف عليها يمين ما طب بيتها إلا إذا جتها هذه كل البيت عندها طيب طيب الآن أخي طلال الآن أنت طلقت ولا لا 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 رجعت أمس جبتها رقت المحكمة ورجعتها يعني ما حصل طلاق حصل طلاق بالأول وثنيت يعني قعدت ثاتة هذه الثاتة وحالنا الشيخ الهيئة الصلح وما حسبت عليك لا لا طبعا أنا ثنيت وشهدت طيب الآن مدار السؤال اللي سألت قضية أنك الآن هي تخالف أمرك حلفت عليها أيمان وتخالف أمرك لا حلفت أيما أني ما رجعتها لما طلعت بدون هيك ورجعتها ما نحافظها والله يا شيخ لكن عموما أنت ما حلفت عليها بالطلاق لا 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 أنا بس حلفت الطلاق بس مشان طلعتها بدون سبب طيب بس لا في شيء طيل إنس يعني طيب السؤال الثاني ورجعتها وانت الموضوع هذا طيب طيب الموضوع الثالث طال عمرك هو عندنا موضوع واحد بس الأول طيب الموضوع هذا هي جارتنا أي لمنعتها أنا ما تروح عندها أي حلفت عليها أيمين بالله إنها ما تروح عندها إلا بحالة إذا جتها زارتها لأنها ما قدتها زي الشغال هي اللي عندي طبعا من ناحة الدول العربية وجنسنا إلا ما هم يطوي العمر بعد أرسلها عند اختيارها عندنا بالحي صديقة الأم يالله يرحمها إيه عشان الصلاة تم ويميتها الله يرحمها طيب أثريها تروح الزورة الأدمية وكتعات يمين بعد أهم شيء بس سمينك موضوع الطلاق بس لا 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 حلفت بس حلف بالله العظيم إيه لا بس حلفت إيه لا لا زي 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 لأنا من يحب هذه الشغلات إن شاء الله الحمد لله يا شيء أبشر يا فريط أهم طال عمرك هذا اللي صار سم سم إن شاء الله أيوه واحد لما يدخل بالصلاة طال عمرك ويقول سبحان الله سبحان ربي ويدخل بالصلاة ويكمل بعدين الله محسن أن يكون في أميك ولا تخصيني من العرض عليك هل هذا جائز لما يدخل واحد بالصلاة هل أثناء الصلاة ولا قبل ما يكبر لا كبرت وقرأت سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك تعالجدك ولا غيرك ولا معدسوك هل يجوز أن يضيف الكلام هذا إن شاء الله إن شاء الله أبشر إن شاء الله إن شاء الله أبشر الله يجزاك عنك مرحبا يصول عمرك ويستر عليك ويبارك في عمرك ويجزاكم كأنك الخير يا شيخ آمين آمين مع السلام سالم سلام عليكم السلام السلام يا شيخ مرحبا سالم الله أحفظك تخطية الوجه للمرأة الواجب ولا الله أحفظك إن شاء الله الله أحفظك جزاك ألا خير مرحبا أبت الله الجزائر سلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أحتر الله بركاته سؤال الأول يا شيخ بغيت النام ما نسمع إيه استفضل أسمعك أسمعك نعم بغيت أن نجعل السرير التاعي تجاه القبلة فكيف أنا أضع سرير تجاه القبلة أم رجلية أم جنبي الأيمن أم جنبي الأيصر إن شاء الله سؤال تاني نكون فوق السرير عندما كنا نقرأ في القرآن وديني سجدت القراءة هل نجد فوق السرير؟ إن شاء الله وسؤال تاني بعض الناس يلغوا كيتلغى محمد في الشارع يقولوا محمد ولبك ولا يقولوا صلى الله عليه وسلم هل هذا ياجز؟ يعني إذا نادوا شخص اسمه محمد يقولون بعده صلى الله عليه وسلم نعم شاء الله أم تاني شو هلت آخر يا شيخ ما أفضلك كيف مر صالات العاصر؟ ممكن صالات قبل العصر؟ مر بعد العصر بعد العصر ولكن علش في مكة يصلوا في الحجر بعد العصر رأيت في مكة يعني نعم وقت دائما نشوف في مكة يصلوا مر بعد العصر في الحجر حج اسماعيل نعم شاء الله أمت الله شكرا يا شيخ شكرا أهلا وسهلا طيب نكتفي بهذا القدر الأخت مريم بارك الله فيها من الجزائر بالأمس سألت تقول بالنسبة للرواتب تقول يعني هل نصلي الرواتب قبل يوم الجمعة هي رواتب الظهر؟ أخت مريم بارك الله فيك و رضي الله عنك و زادك الله و حرصا بالنسبة ليوم الجمعة ليس هناك سنة راتبة قبلية مثل الظهر الظهر في سنة راتبة قبلية أربع ركعات أما الجمعة فليس هناك سنة راتبة قبلية و إنما هناك سنة راتبة بعدية فإذا كانت في المسجد صلى أربعا و إذا كانت في البيت صلى ركعتين صلى ركعتين و بالنسبة للنفل قبل الجمعة مطلق يصلي ما شاء و ذلك لقول النبي عليه الصلاة و السلام و صلى ما شاء و أما إذا كان السؤال بالنسبة للمرأة التي لا تشهد الجمعة و إنما تصلي الظهر في البيت يوم الجمعة نعم تبقى سنة راتبة تصلي أربع ركعات سنة راتبة قبلية ركعتين ركعتين ثم تصلي صلاة الظهر ثم تصلي بعد ركعتين أو أربع كل هذا مشروع وجاهز و وارد فيه النص عنه وسلم لكن من يشهد الجمعة لا ليس هناك سنة راتبة قبلية أما من لم يشهد الجمعة كمرأة أو مريض فيصلي أربعا قبل الظهر و ثنتان بعد الظهر أو أربع بعد الظهر مريم تقول يعني تريد نصيحة عندها بنات يؤذونها و يعني شيء من هذا القبيل أختي مريم يعني أتمنى أن بناتك يشاهدوني الآن وهي رسالة لكل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يتق الله في والديه فالله جل وعلا عظم شأن الوالدين و رفع من مكانتهما و لذلك طاعة الوالدين و بر الوالدين فرض لازم و حتم واجب ليست قضية اختيارية و ليست قضية قابلة للقبول أو الرد أو الاختيار لا فرض لازم فكل ما فرضه الله عز وجل يجب على المسلم أن يلتزمه و من جملة ذلك بر الوالدين يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانه يقول جل وعلا وعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانه و الله تعالى وصى بالوالدين قال و وصينا الإنسان بوالديه إحسانه قال جل وعلا و وصينا الإنسان بوالديه حسنا و أمر الله جل وعلا بطاعة الوالدين و مصاحبتهما بالمعروف و لو كان مشركين كافرين يقول جل وعلا و إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفة و لذلك كان النبي عليه الصلاة و سلم يأذن للصحابة من النساء و الرجال أن يصلوا أرحامهم من المشركين ما كان يأمرهم بقطيعة أرحامهم من المشركين و النبي عليه الصلاة و السلام قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر و ذكر من عقوق الوالدين عقوق الوالدين و عقوق الوالدين لا يكون فقط في الشتم أو السب أو الضرب أو الاعتداء حتى في كلمة أف و هي ليست كلمة كما يقول بعض العلماء يقول جل وعلا و قضى ربك ألا تعبد إلا إياه و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا الواجب على الإنسان أن يتعامل مع والدي بمثل هذه الصورة فلا تقل لهما أف و لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام لما جاءه الرجل قال يا رسول الأوصني قال لا تشرك بالله و إن قتلت و إن حرقت أو قطعت يقول لا تشرك بالله و إن حرقت أو قطعت و أطع والديك و إن أمراك أن تخرج من مالك و أهلك يعني من زوجتك أطع والديك و إن أمراك أن تخرج من مالك و أهلك و النبي عليه الصلاة و السلام لما رفع ولد والده إلى أن يشتكيه لأنه أخذ ماله قال أنت و مالك لأبيك كيف ترفع دعوة على والدك قال أنت و مالك لأبيك لذلك العقوق هذا اللي اتمارس البنات مع والدتهم مريم هذا عقوق فاضح و أذية تسخط الذي على العرش استوى جل وعلا و تقدس فالله تعالى يمقت هؤلاء العاقين الذين يقطعون الرحم و يعقون الآباء و الأمهات و يمارسون مثل هذه الخطيئة و هذا الذنب و عقابهم في الدنيا قبل يوم القيامة فقد صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من العذاب من البغي و قطيعة الرحم من البغي و قطيعة الرحم و قطيعة الرحم أبشع صورها حينما تكون مع الوالدين و هذه الأم بالذات النبي عليه الصلاة و السلام جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال يا رسول الله ثم من يريد بعد الأقارب آخرين قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك الله أكبر النبي عليه الصلاة و الصاب الأمهات ثلاث مرات و يقول أمك ثم أمك ثم أمك و يأتي بعض الأولاد للأسف الشديد يؤذون الآباء و الأمهات للأسف الشديد إدخال الحزن على الوالدين عده العلماء من العقوق لما تجي تنقل أخبار سيئة لوالديك و فيحزنان لذلك قالوا هذا من العقوق لما تحدق عينيك بوالديك هذا من العقوق لما يدك في الطعام تسبق والديك إلى اللقمة قالوا هذا من العقوق لما تمشي أمام والدك هذا من العقوق كيف هذه الأذية الآن بعض البنات وللأسف الشديد يؤذين أمهاتهم بالسب والشتم وعدم الطاعة والرفض وربما يتلفظون عليهن بألفاظ سيئة جدا نسأل الله العافية والسلام ولذلك كل عاق بشرواه في الدنيا بشرواه بالعقوبة المعجلة وبعدين بالمناسبة لا يظن أن أحد أن العقوبة والله تنزل صاعقة من السماء فتحرقها وإلا يخسف به الأرض في تجلجل فيها ولا مثلا ولد يعقى لا قد يسلب الله منه الإيمان قد يسلب الله منه مخافة الله ما يفرق بين الحلال والحرام قد يعاقبه الله عقاب معنوي ما يشعر فيه هو يعني هو يعطيها الله غذيه بالصحة والعافية لكن يسلب منه الإيمان واليقين وربما والعياذ بالله يختم له بخاتمة السوء نسأل الله العافية والسلام كثير من الناس حياته كلها طيبة لكن بسبب ذنب ختم له بسوء في بعض عمر طويل أصبح والعياذ بالله يقول الكلام العظيم أو يتصرف التصرفات العظيم هذه خاتمة سوء هذا بلاء هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى ولذلك على الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وبعدين عقوق الوالدين مفسدته وضرره على مجموع الأمة عقوق الوالدين يجعل الأرض بلاقع يذهب البركات وتنتزع من الناس الخيرات لذلك يجب على الناس أن يتقوا الله لا بد للولد أن يتق الله وأن يعرف بأن الله عز وجل هو الذي أوصاه بالوالدين ومهما صدر من الوالدين معه أنا أرفض أرفض أن يتصرف الوالد أو الوالدة خطأ أو كذا لكن مع هذا لا يجوز للولد أن يحاكمهما كما يحاكم الأجنبي والغريب والجار والعامة الناس هذا أصل رأيت الولد هو مجرد غصن في شجرة معقول الغصن يستطيع أنه يعيش من دون الشجرة ما يستطيع الغصن أنه ينفصل عن الشجرة التي هي الأصل الوالدين الوالدان عظم الله شأنهم ورفع مكانتهم ودعان إلى احترام وبر الوالدين وبر الوالدين خيراته عظيمة وبركاته متتابعة ومتوالية يجد الإنسان في نفسه وفي حياته وفي عياله وفي ماله وفي عبادته لله عز وجل أما العقوق فصورة قبيحة قبيحة نسأل الله العافية والسلامة لا تليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر وفي الغالب في الغالب أن الوالد تمحض النصيحة لبناتها ما في أم ما في أم تكره بناتها إلا إذا كانت الأم هذه فاقدة لعقلها وإلا إنسانه والعياذ بالله وصلت مرحلة من الفسق والفجور يعني ممكن لكن في الغالب ما في أم ترضى يعني أن ما في أم اللي تفرح بابنتها وتتمنى لها السعادة ما في أم حتى بعض الأمهات من شدة تمنيها لسعادة ابنتها تبالغ فتخطئ تبالغ في هذا الشيء خاصة إذا كانت بنتها متزوجة فتخطئ هذه من المحبة ما تقصد إنها تدمر حياتها ولذلك على البناتك أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأتمنى أن تصلهم هذه الرسالة وأن يعلموا بأن المسائل دين فكما تدين تدان ودقة بدقة وإن زدت زاد السقة جميل من عمان يقول في شخص يتصدق وما يصلي ويذهب إلى يعني أشخاص أو رجال يستعملون السحر وشيء من هذا القبيل يسألون عن اسم أمك وما اسم أمك وشيء من هذا القبيل أخي جميل بارك الله فيك بالنسبة للذي يتصدق و لا يصلي لا ينفعه ذلك في الراجح من قول أهل العلم و ذلك لقول الله عز وجل و قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة قول الله عز وجل الآيات التي جاءت في ذكر عدم قبول الصدقة من المشركين و معلوم بأن تارك الصلاة مسألة خلافية بين العلماء في من يتركها تساهلا و تهاونا هل يكفر بالله بمعنى هل يكون كفره ناقل لأن النصوص وردت في كفره جمهور الفقه يقول لا هذا الكفر العملي هذا الكفر العملي ما دم أنه معترف بوجوب الصلاة لا هو لم يجحد لم يجحد وجوب الصلاة معترف لكنه تارك لها تكاسر و تهاونا قالوا هذا كفر عملي و لذلك قالوا تقبل منه بقية العبادات و الطاعات أما القول الآخر الذي عليه جمهور الصحابة و عليه جمهور أهل الحديث و هو مذهب معروف و اختيار كثير من العلماء من أهل التحقيق على أنه كفر ناقل لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا قال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ و النبي عليه الصلاة و السلام بيّن بأن تارك الصلاة كافر و من العياذ بالله و إذا حكم بكفره لا يقبل منه صدقة و لا صيام و لا حج و لا عمرة ف لذلك زد على هذا أن هذا الرجل و العياذ بالله كما ذكرت يتردد على السحرة و الدجالين أو هو يمارس هذا الأمر يقول مسهم أمك و شيء و بالمناسبة يا أخواني و أخوات أي إنسان حتى لو كان بصورة شيخ حتى لو كان في صورة شيخ و يقرأ قرآن إذا سأل المريض عن اسم أمه اعرفوا بأنه ساهر أي إنسان حتى لو كان مطوع و يعني يقول لك يقرأ قرآن و يأتي بالأوراد إذا سأل الشخص عن اسم أمه اعرفوا بأنه ساهر أو كاهن أو عراف و هذه خذوا قاعدة حتى تحذروا هؤلاء الذين للأسف الشديد يعني أفسدوا كثيرا و دمروا عقائد الناس و لعبوا بأحوال الناس نسأل الله أن يكفي المسلمين شرورهم و المقصود أخي الفاضل يجب على هذا الشخص أن يتوب إلى الله و أن يستغفر الله و أن يعود إلى الصلاة الصلاة قال النبي عليه الصلاة و السلام رأس الأمر الإسلام و عموده الصلاة و النبي عليه الصلاة و السلام قال من حافظ عليها كانت له نورا و برهانا و نجاة يوم القيامة و من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا و لا برهانا و لا نجاة يوم القيامة و يحشر مع فرعون و قارون و هامان و أبي بن خلف و الأمر الآخر ما يتعلق بممارسة السحر و الشعبذة و الشعوذة أو يتردد عليهم أيضا النبي عليه الصلاة و السلام قال من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم و جاء في الحديث الآخر من أتى عرافا فسأله من دون تصديق لم تقبل له صلاة أربعين يوم أو أربعين ليلة و ربنا جل وعلا قال وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فلا تكفر و المقصود يا أخ الفاضل جميل احرصوا على هذا الأخ حاولوا قدر مستطاع أنكم تعظون و تذكرون برفق و لين و قولوا لنا نحن خايفين عليك ما نريد منك شيء لا جزاء ولا شكورة نريد من الله عز وجل الطريق الذي أنت فيه طريق خاطئ و طريق يقود إلى النار كما أخبر الله في القرآن و أخبر النبي عليه الصلاة و السلام حذروه من ترك الصلاة حذروه من موارسة السحر و الشعوذة أو التردد على هؤلاء لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل و لا يشتري الحطام على الباقي و لا يأخذ بالفاني في مقابل و يترك الدائم الباقي و هي الدار الأبدية السرمدية نسأل الله أن يتوب عليه جميل يسأل يقول ما حكم الشخص الذي يؤذن فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة أخي الفاضل هذا أخطأ هذا ليس بأذان لا شك بأن هذا لحن جلي هذا لحن جلي فالأذان يقول حي على الصلاة فحي هنا اسم فعل أمر معناه أقبلوا حي مبني على الفتح ليس لها محل من الإعراب و معناها أقبلوا حي أقبلوا و الضمير الفاعل ضمير مستثل تقديره أنت يعني حي أنت على الصلاة أقبل أنت على الصلاة أقبل أنت على الفلاح هذا المعنى و لذلك فهموا هذا المؤذن و علموا و قلوا له غلط أن تقول حي على الصلاة هذا غلط يقول حي على الصلاة بارك الله فيك جميل يقول هناك حولنا ثلاث مساجد يؤذنون يقول إذا أذن الأول ردت خلفه ثم أذن الثاني أردد وراءه الجواب نعم يا أخي الفاضل و إن كانت المسألة خلافية هل يكتفى بالأذان الأول فقط لكن الذي يظهر أن النبي عليه الصلاة و السلام حينما قال إذا سمعتم المؤذن فقوله مثل ما يقول يعم كل مؤذن يؤذن مباشرة و ليس أذانا مسجلا مثل الرادو أو التلفزيون اللي ينقل في التلفزيون مسجلا أو في الإذاعة لكن الأذان المجرد فإذا كان مسجدك الآن يؤذن تردد خلفه بعد ما انتهى أذن مسجد آخر سمعت أنت أذن وراءه و قل الدعاء و هذا لا شك بأنه هو ظاهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة و السلام من الأمر من الإرشاد إلى قضية الترديد خلفه المؤذن علي من عمان يقول بالنسبة للدعاء في حال نزول الأمطار هل له فاضل؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل فقد صح عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه إذا نزل المطر قال مطرنا بفضل الله و رحمته و كان يقول صيبا نافعا و كان عليه الصلاة و السلام إذا نزل المطر حسر عن ثوبه و كان يسأل في ذلك فيقول إنه قريب عهد بربه علي يقول ما حكم من يقول بأن أهل السنة بتدعوا في التوحيد بدعا و هي تقسيمه إلى ثلاثة أقسام أخي الفاضل بالنسبة للعلماء مهمتهم تسهيل العلم للناس تسهيل العلم للناس و لذلك ربنا جل وعلا امتدح العلماء بقوله سبحانه و تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون قال ابن عباس و قال قتاد و غيرهما من أهل العلم من أهل التفسير الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره اقتداءا بالرب في تسهيل الأمور في تسهيل الأمور ولذلك العلماء من مهمتهم تبسيط العلم وتسهيله و إيصاله للناس بشكل واضح و من أساليبهم الاستقراء و الاستقراء هي عملية يقوم العالم بجمع النصوص في الكتاب و السنة و استقرائها استقراءا كاملا ثم الخلوص بنتيجة يقرر فيها العلم إلى الناس و لذلك مثلا الآن جميع المذاهب الفقهية عندنا عندهم شيء اسمه شروط الصلاة ما ثبت في القرآن و لا في السنة شروط الصلاة كذا و إنما هي عملية استقرائية من قبل العلماء حصروا جمعوا و حصر هذه النصوص ثم خلصوا إلى أن شروط الصلاة تسعة مثلا و بعضهم يقول ثمانية أركان الصلاة أربعة عشر و بعضهم يقول عشرة مثلا استقراء واجبات الصلاة مثلا كذا سنن الصلاة كذا الحج مثلا عندنا محظورات الحج ما ثبت أننا سننقال محظورات الحج تسعة واحد أبدا و إنما عملية استقرائية عملية استقراء لهذه المسألة ثم الخلص فيها لما حصل الخلل في التوحيد و العقيدة احتاج الناس احتاج العلماء أن يستقرئوا نصوص العقيدة و أن يبسطوها للناس لماذا؟ لأنه حصل في المسلمين من لا يفقه معنى لا إله إلا الله يعني مثلا لا إله إلا الله ما تفسيرها لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله لأنه مجتمل على نفي و إثبات لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله إثبات الإله الحق ذلك بأن الله هو الحق و أن ما يدعون من دونه هو الباطل و لذلك بعض الناس يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله هذا غلط هذا ليس بالصحيح لأن المشركين كانوا يعرفون بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميث المدبر بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا صانع إلا الله هذا غلط بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا فاعل إلا الله هذا لم يأتي بها الأنبياء الأنبياء أتوا بالدعوة إلى توحيد الإلهية مع الدعوة إلى تقرير توحيد الربوبية اللي ذكره العلماء لكن ليس بالقدر الذي فيما يتعلق بتوحيد الإلهي توحيد العبادة اللي حصل فيه الخلل ولذلك لما غلط الناس في مسألة فهم التوحيد دخلهم الشرك أصبحوا يدعون غير الله و يذبحون لغير الله و ينادون المقبورين و ربما أخلوا بهذا الأصل العظيم فاحتاج العلماء أن يبينوا فقالوا توحيد الربوبية هي توحيد الله بأفعال ذاته لأن النصوص اللي وردت جميع ما لم يعرف عن أحد أنه أنكر بأن الله هو الخالق إلا طائفتين فرعون قال في النهاية ماذا في النهاية طبعا كما قال تعالى و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلما و علوة فهو مقر في قرارة نفسه بأن الله هو الخالق لكنه قال هذا من باب المكابرة قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى لما أدركه الغرق ماذا قال قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل و أنا من المسلمين فجاءه الجواب آل أنا و قد عصيت قبله هناك من يقول بأن هناك إلهين إله النور إله الظلمة و هؤلاء يقولون في النهاية يكفرون بإله الظلام و يؤمنون بإله النور و يقصدون به الرب جل وعلا الذي ينزل المطر و ينبت الشجر و يأتي بالخير و كذا و لذلك ما أعرف عن أحد أنه أجحد و أنكر توحيد الربوبية اللي هو توحيد الله بأفعال ذاته من الخلق و الرزق و الملك و التدبير و الإيماتة و الإحيانة و كلها لله لكن إشكال وين كان في توحيده فلما الناس مضى زمن و اندرس العلم و غاب الوحي و أصبح الناس يعني ليس عندهم ذاك الاهتمام بتصحيح الاعتقاد دخلهم الخلل و لذلك حصل أشياء عجيبة جدا تعد على الذات الإلهية تعد على مقام النبوة صرف العبادات لغير الله فاحتاج العلماء أن يبينوا للناس من خلال عملية استقرائية أن هذا التوحيد الذي يدخلكم في الإسلام و يمنع عنكم يعني ما يتعلق بضده هو هذا و أن النبوة السلم لما بعثه الله بهذه الكلمة إنما أراد صرف العبادة لله عز وجل و وحده لا شركة فهذه عملية السلف هم الذين قالوها و ليست بدع من القول و هذه نفسها هي عملية تسهيل العلم تسهيل العلم و هي داخل ضمن هذا العلم الذي الله عز وجل امتدح فيه العلماء بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إنما يخشى الله من عبادي العلماء أو من كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها أنه سلم تدح العلماء و لذلك مهمة العالم أن يبسط المسائل يسهل العلم حتى يعرف الناس حدود الحلال و الحرام حدود السنة و البدعة حدود الكفر و الإسلام حدود الشرك و الإيمان بهذه الطريقة بارك الله فيك أحمد من الجزائر يسأل يقول ما حكم الانتخابات إذا كانت بإذن ولي الأمر أخي الفاضل إذا كان ولي الأمر هو الذي أذن بذلك و أمر بها لا حرج على الناس أن ينتخبوا بشرط أن يكون الانتخاب لأناس يمثلون المجتمع و الأمة خير تمثيل من خلال استقامتهم و من خلال أيضا أمانتهم و من خلال محافظتهم على أصول الدين و أصول الإسلام و بعيدا عن الطعن في أحكام الدين و أحكام الملة إذا كان بهذه الطريقة هذا شي طيب مدم و لي الأمر أذن بذلك قال للناس انتخبوا أفراد يخدمون المجتمع يرتقون بالبلاد يحافظون على المكتسبات أيضا يستمسكون بأصول الدين و معالم الدين مع الأخذ بزمام المبادرة في الأشياء التي ليست فيها مصادمة لقواعد الملة و قواعد الإسلام أما إذا كان الانتخاب لشخص يعني هو مثلا معادي للإسلام و معادي للدين محارب لقواعد الملة هذا لا يجوز يا أخي الفاضل و الله تعالى يقول و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان أحمد يقول دخلت صلاة الفجر و الناس قد سلموا وجدت شخصا مسبوقا يقضي الصلاة يقول وقفت بجواره و ائتممت به هل يجوز هذا؟ نعم يجوز فالراجح من أقوال أهل العلم يجوز أن تقتدي به فيتحول من كونه مأموما مسبوقا إلى كونه إماما و أنت مأموم و لكم أجر الجماعة أم محمد من عين تقول مرأة سافرت من دون محرم لظرف طالع بسبب حالة والدتها الصحية يعني أولادها مشغولين و زوجها مشغول و عند الأولاد و شيء من هذا القدر ماذا عليها؟ ما عليها شيء عليها أن تقول أستغفر الله و أتوب إليه لأن المرأة الأصل أن لا تسافر إلا مع ذي محرم لا تسافر إلا مع ذي محرم لكن لو سافرت يعني لم ترتكب الأمر الخطير و العظيم لكن عليها أن تستغفر الله سبحانه و تعالى أم محمد تقول بأن والدتها أصابتها جلطة في الجانب الأيسر تقول ما تستطيع الحركة و عندها تبول لا إرادي قال الطبيب بأنها يعني وقتي و لا يدوم بالنسبة للصلوات تقول ماذا تفعل و هل تعوض إذا عادت لها صحتها أختي الفاضل بارك الله فيك هي في هذه الفترة مطالبة بأن تصلي مادام أن عقلها موجود و نفسها تردد تصلي يجب عليها أن تصلي و تصلي على القدر الذي تستطيع لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفس إلا وسعها قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم فإذا أذن المؤذن و هي أرادت أن تصلي تتوضى و تدخل في الصلاة مباشرة و لو نزل منها شيء لا إرادي ليس به تحكمة ما عليها شيء و إذا ربي إن شاء الله يكتب لها العافية و الصحة و نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائها لا تقضي هذه الأيام و إنما تستمر طبيعي في صلاتها و هي هذا أمر غير إرادي و الله عز وجل لا يكلف الإنسان في أمر لا يطيقه مريم من الشارقة تقول بأنها تريد نصيحة تزوجت من رجل مواطن و هي غير مواطنة تقول يعني خب علي كثير من الأشياء تقول تبين بأنه له زوجة قد طلقها مرتين من ثلاث سنوات الآن يريد أن يرجعها تقول أنا أدعو الله عز وجل تقول اللهم أحفظها لأولادها و بعد بينها و بين زوجي تقول هل هذا الدعاء يعني هذا الدعاء صحيح لا غير صحيح هذا الدعاء يا أخت الفاضة لا تدعين على أختك بمثل هذه الطريقة أنت دعوتي دعوة طيبة أحفظها لأولادها لكن الدعوة الثانية ما تدرين الخير وين يا مريم ما تدرين والله الخير وين قد يكون الخير في أن ترجع إلى زوجها و تأخذين حقوقك كاملة أنت أنت ذكرت بأنك يعني عانيت و خب عليك و فاجأك ببعض الأمور فقضية أن المرأة تدعو تقول اللهم لا تجمع أقولي اللهم أن يسألك الخير لأن اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه فأنت ظاهر الأمر تعتقدين بأنه شر و سوء و يدخلك في أزمة ما تدرين لعل في هذه المحن منح و في الآلام آمال و مثل ما يقولون بأن النهايات و العواقب دائما حميدة لمن اتقى الله عز وجل و الله جل و عليك و العاقبة للمتقين أصلح ما بينك و بين الله يصلح الله ما بينك و بين زوجك و ما بينك و بين هذه الزوجة الأولى إن أرجعها إن أرجعها صدقيني بأن تصرح الحال حاولي أن تعيشي بالسلام يا أخت الفاضنة حاولي أن يكون عندك من تقبل الآخرين سواء كان الضر أو آخر أو امرأة أخرى الشيء الذي تحمدين فيه عند الله سبحانه و تعالى و لذلك الله عز وجل أمرنا بالعفو و بالصفح قل جل وعلا و الكاظمين الغيظة و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين للأسف الشديد نقرأ القرآن و ما نطبق القرآن و ما نترجم ترجمة عملية فقط نقرأ فقط كثير من الناس الآن يقرأ هذه الآيات و ما كأن نمر عليها و لما يجي فعلا وقت الاختبار و الامتحان الحقيقي ما كأن قرأ القرآن و ليس له صلة بالقرآن و الكاظمين الغيظة و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين قل جل وعلا فاعفوا و اصفحوا يقول جل وعلا فاعفوا و اصفحوا يقول جل وعلا فاصفح الصفحة الجميل آيات عظيمة و نصوص كثيرة يقول جل وعلا فليعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم و لذلك تلفاظة أنت الآن لو تركت الأمر لزوجك ستكون أنت المتفضلة و أنت المحسنة و ستكون لك منه في رقبة هذه الزوجة يمكن أنت لو أسهمت و ما أدري و الله هذا يمكن أنه صعب بالنسبة لك أنت قلت له هذه معيها لك رجعها سيكون لك فضل في عنق هذه المرأة و زوجك سيحترمك أكثر و يقدرك أكثر لكن عموما أنا لا أقول لك و الله يروح يقول لزوجك هذه حقيقة مرتبة طيبة و عالية و لو سويتها و عملتيها تحمدين لكن أقل شيء أنك تقول اللهم اختر لي الصالح اللهم اختر لي و لي زوجي الصالح هذا أفضل يا مريم أبو علي من الشارقة يقول بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة يقول عندنا شخص يرفع صوته و يشوش على المصلين يقول محكم ذلك أخي أبو علي بارك الله فيك طبعا هو السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة و السلام الجهر بالذكر بعد الصلاة لكن الجهر المعقول و ليس الجهر الذي يجهر به مثل ما يلبي لما يكون محرم لا و إنما يجهر الجهر المعقول و الناس يا أبو علي الله يرضى عليك لما يعني غابت هذه السنة أصبحت غريبة و يستغربونه لماذا يرفع صوته هذا صحيح المسألة ترى خلافية خلافية لكن الراجح عن النبي عليه السلام كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة كان يرفع صوته و لو أن الناس ألفوا هذا أبدا ما يحصل تشويش صدقني ما يحصل تشويش و هذا مجرب و موجود في كثير من البلاد اللي تعتني برفع الصوت ما يحصل تشويش الحمد لله لكن ينصح بأنه لا يجهر الجهر الكبير اللي فعلا يرفع صوت كما يرفع في التلبية لا و إنما يجهر يسمع نفسه و لو سمع من حوله ما في بأس لأن هذه سنة ثابتة عن النفس سلم و الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون انتهاء صلاة النفس سلم بهذا الذكر ورد بالتكبير يعني مقصود الذكر الذكر الذي بعده الصلاة مرة اليوم طولنا شوي في الأجوبة لأن كانت ما شاء الله كل سؤال أسئلة دسمة اليوم اللهم بارك لكن سامحوني أبو علي بقي لك سؤالين و عندي طلال من السعودية و عندي سالم أبوظبي و أمات الله من الجزائر إن شاء الله غدا بيحول الله و أجيب على أسئلتكم السلام عليكم و رحمة الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون